خطة بريطانية من خمس نقاط قيد البحث لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة كشفت عنها صحيفة فيلنشل تايمز البريطانية المبادرة نقشها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال جولة في المنطقة الأسبوع الماضي وتدعو إلى وقف فوري للقتال وضمان إطلاق صراح المحتجزين في غزة والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار الخطة تتضمن أيضا وضع أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل إضافة إلى تشكيل حكومة فلسطينية تكنقراط لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب وبحسب الخطة يتعين على حماس الالتزام بوقف الهجمات ضد إسرائيل وهو ما ستضمنه دول المنطقة كما تتضمن مغادرة كبار قادة حماس غزة بمن فيهم يحيى السنوار إلى دولة أخرى الخطة البريطانية تتزامن مع مقترحات أخرى يحاول مسؤولون من عشر دول أخرى صياغتها ضمن عدة مسارات لإنهاء الحرب وإدارة القطاع وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أضيق النطاق في هذه المسارات مناقشة مقترحات تركز على وقف إطلاق نار يتضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين المناقشات تناولت أيضا إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية اللافت فيها مناقشة نقل السلطة من الرئيس الحالي محمود عباس إلى رئيس وزراء جديد مع السماح لعباس بالاحتفاظ بدور شرفية أفكار كثيرة على الطاولة وفق الصحيفة أغلبها مؤقتة أو بعيدة المدى أو تعارضها بشدة بعض الأطراف منها إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم وجود إدارة فلسطينية جديدة هناك كما تتضمن هذه الأفكار إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بدعم من الولايات المتحدة يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وهو المسار الأكثر طموحا ترجمة نانسي قنقر